مناقشة هذا الموضوع معنا هنا في الستوديو الكاتب والمحلل السياسي حسين عبد العزيز أهلا ومرحبا بك وإيضا ينضم إلينا مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان من العاصمة القطرية الدوحة فضل عبد الغني أهلا ومرحبا بك معنا أيضا أبدأ معك سيد فضل عبد الغني يعني حدثنا عن آلية التوثيق والمتابعة لملف المختفين قصريا بعد مرور تسع سنوات على الثورة السورية ماذا تغير فيها الملف يسير نحو الأسوأ بكل تأكيد لأن عمليات الاعتقال هي مستمرة حتى الآن يعني من 2011 نحن نسجل عمليات اعتقال وطيلة هذه التسع سنوات نحن نعمل بشكل مستمر فريق توثيق حالات الاعتقال لدى النظام السوري أولا واللي هو كان الجهة الأولى والاستمر حتى تقريبا 8 أشهر هو الجهة الوحيدة وثم ظهرت أطراف أخرى وبعد ذلك يعني بعد مضي عشرين يوم تقريبا هذا المعتقل إذا ما تم الكشف عن مصيره واستمرت هذه الجهة اللي قامت باعتقاله بإنكار وجوده لديها هذا بيحصير مختفي قسريا ونحن بنقول دائما أنه الغالبية العظمى يعني من المعتقلين قرابة 70 بين 65 إلى 70 بالمئة عم يصيروا مختفين قسريا السلطات عم تنكر وجودهم لديها هذا أمر هو متعمد وسياسي وتكتيك وإيضا تم على نحو مدروس ومنهجي واسع النطاق بمعنى أنه يشكل أصبح يشكل جرائم ضد الإنسانية والدليل على ذلك هو الحصيلة 100 ألف مواطن سوري هذا التراكم عبر سنوات من عمليات الاعتقال المتراكمة وعمليات الإخفاء القسري التي يقوم بها النظام وبقية الأطراف وبشكل أساسي النظام هو مسؤول عن قرابة 85 بالمئة من الإجمالي الحالات وبالتالي هون وقت نحن نتكلم عن هذا العدد بالنسبة إلى عدد السكان في سوريا نحن نتكلم عن كارثة ووباء اجتاح المجتمع السوري والهدف من هذا الوباء لأنه مثل ما تعرف حضرتك الإخفاء القسري وهي العملية الإخفاء القسري للمعتقل وإخفاءه هي ما بس بتأثر على الشخص نفسه هي بتمتد إلى أحبائه وأسرته وأصدقائه وبالتالي نحن نتكلم عن رقم كبير جدا بالحقيقة من المتأثرين مباشرة بهؤلاء الأشخاص أما عن المتأثرين الغير مباشرين فنحن نتكلم عن مجتمع بأكمل وسمع بهذه العملية والتكتيك اللي يقوم فيه النظام فأصابه حالة من الإرهاب وحالة من الرعب وهذا هو اللي بده للنظام ما يقوم فيه أي مناهضة لحكم هذه العائلة حتى هي تستمره لهيك هو استخدمه كتكتيك واستراتيجية من أحد أقوى الأسلحة ضد حربه بالمجتمع لإخماد وإبادة الثورة الشعبية وأي مطالبة في تغيير سياسي لهيك نحن نلاقي أنه النظام هذا الملف ما تنازل فيه أبدا ولا قدم أي منازلة ولاحظنا أنه هو لم يفرج عنه معتقل واحد ما بده يفرج عنه مهما كانت الضغوطات الممارسة عليه ومهما مورس عليه من طلبات أو ضغوطات نعم من هذه النقطة سيد فضل عبدالغني اسمح لي أن أنتقل إلى ضيفي هنا في الستوديو سيد عبدالعزيز أهلا ومرحبا بك كان يتحدث السيد فضل عن أن النظام لم يتنازل في هذا الملف نهائيا يعني على الصعيد السياسي ماذا تحقق في هذا الملف؟ ولماذا فتح ملف المعتقلين أو المختفين قصريا في أستانا وفي جينيف ولم يتوصل إلى أي شيء؟ يعني ما قاله الأستاذ عبدالغني دقيق جدا عندما يقول أن النظام لم يقدم تنازلات وفي تقديري لن يقدم تنازلات وهذه الورقة وهذا الملف من وجهة نظر النظام هو مرتبط مع المجتمع الدولي وليس مرتبط مع المعارضة السورية ولذلك هو في أستانا يعني عندما بدأ مسار أستانا كان الكلام يجري بأن الملفات سيتم مناقشتها بشكل متوازي يعني في اللحظة التي يتم فيها الحديث عن المناطق المخفضة الأربعة يجب أن يجري أيضا هناك مناقشات حول ملف المعتقلين والاختفاء القصري لكن الذي جرى في أستانا أنه غيب ملف المعتقلين بشكل كامل بسبب ضغط النظام، الضغط الروسي، الضغط الإيراني تركيا كانت نثقلة بكثير من المشاكل في سوريا سواء على الصعيد الإنساني أو الصعيد العسكري أو حتى السياسي وبالتالي لم يكن هذا الملف أو لا يتمتلك القدرة على الضغط في هذا الملف ولذلك مسار أستانا انتهى تقريبا وملف المعتقلين بقي كما هو أيضا فيما يتعلق بجينيف ملف المعتقلين لم يكن أولوية عند الأمم المتحدة ولم يكن أولوية لدى الولايات المتحدة الأمريكية كان هناك أولويات إيجاد ثغرة في مسار السياسي فيما يتعلق بمسألة الحكم والدستور وإلى آخره وللتالي أنا أعتقد أن النظام لن يقبل بالتفاوض على هذه النقطة هو يدرك ملف المعتقلين للأحظات الأخيرة في اللحظة الذي ينتقل فيها المجتمع الدولي إلى فتح ملف محكمة الجناية الدولية ومحاكمة مجرمي الحرب في سوريا النظام سيستخدم ورقة المعتقلين والمختفين قصريا ليتفاوض مع المجتمع الدولي حيال هذه النقطة تقديم تنازلات مقابل تنازلات ولذلك أعتقد للأسف الشديد هذا الملف مغلق المعارضة أدركت بالمناسبة هذه المسألة وأدركت أن هذا الملف لن يتحول إلى قاعدة أو مكان للتفاوض ولذلك هي أجبرت على تركه والذهاب إلى ملفات أخرى والنظام أيضا سيد حسين عبد العزيز ينكر وجود معتقلين كيف يمكن أن يتم التفاوض معه بهذا الشأن؟ طبعا هو ينكر في الحالة عندما يتم طرح هذا الموضوع على المستوى الدولي يجب أن تأتي هناك فرق تفتيش لتدخل بالنظام قادر أن يخفيهم بأماكن مختلفة هذا ما بقي منهم على قيد الحياة قادر أن يخفيهم بكل سؤولة ولا يستطيع المجتمع الدولي ولا أي فريق دولي أن يكشف عن حقيقة هؤلاء ماذا وضعهم هل هم أحياء أم هم ميتون؟ لا أحد يستطيع أن يكون هذه ورقة يتحكم بها النظام بشكل كبير وأنا أريد أن أقول أن النظام منذ اللحظات الأولى للثورة يعني في الأيام الأولى لجأ إلى الاختفاء القصري ليس كتكتيك وإنما كهدف استراتيجي منذ اللحظات الأولى لأنه كان يعتقد أن الاختفاء القصري هو أكثر أنواع الإرهاب والتعذيب التي لا تطال للمختفي وإنما تطال عائلته وبتلهي أداة ضغط على العائلة باتجاه أولادها لمنعهم من القيام والاستبرار بالمظاهرات وللأسف حتى عندما تم الانتقال من المستوى السياسي يعني المستوى المظاهرات إلى مستوى القتل بشكل رسم عندما لجأ النظام إلى عمليات القتل بشكل جماعي مع ذلك ظل محتفظا إلى الآن بعمليات الاختفاء القصري كآدات إرهاب قوية يمكن ردع على المجتمع ويمكن من خلال أخضاعهم والقبول بالطعام نعم اسمح لي أن ننتقل لنتابع هذا العرض وبالأرقام عن ضحايا الاختفاء القصري في سوريا ثم نعود للنقاش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مجددا يعني سيد فضل عبدالغني إذا ما تحدثنا كما قال السيد حسين عبدالعزيز أن النظام لم ولن يتنازل عن هذا الملف هل توفقه الرأي وما الحلول برأيك الحلول بالحقيقة متعددة بداية نحن عندنا قرارات أصدر مجلس الأمن لصالح سوريا ولصالح السوريين ولصالح المعتقلين والمختفين هاي القرارات نحن بنتمع منطالف فيها مدى الحياة حتى يعني نتما بيقولوا الله ياخد أمانته وبالتالي هذا حقنا وحتى هنا هاي القرارات تم إصدارها ليس يعني هي حق للسوريين ليس تكرما يعني 2042-2139-2042 اللي هو بتضمن خطس كوفي عنان 2139-22 شباط 2014 وحتى قرار اللي بيحكي عن العملية السياسية 2254 كل هاي القرارات بتنص على الإفراج عن المختفين القسرية والمعتقلين الرأي والسياسيين وما إلى ذلك وبالتالي هاي القرارات نحن منتمع منطالف فيها منتم أيضا عم نحمل المسؤولين والدول وصناع القرار مسؤولياتهم لماذا هاي من ناحية قرارة مجلس الأمن هاي هي رصيد للسوريين بابني وبيستند عليها أيضا نحن عم نقول أنه هاي جرائم ضد الإنسانية وهي جرائم ضد الإنسانية مسؤولية كل دولة على مكافحتها هذا لازم يكون خطاب دائم مستمر أبدا على إطلاق سيد فضل عبد الغني تحدثتم في تقريركم السنوية بخصوص هذا الملف عن فشل المجتمع الدولي بأكمله في الإفراج أو الكشف عن مصير مواطن سوري واحد فقط يعني برأيك ما هي أسباب هذا الفشل؟ في الحقيقة أسباب هذا الفشل أنه عدم ممارسة أي عقوبات تجاه هذا النظام السوري حتى العقوبات الاقتصادية بدأت في عهد الرئيس أوباما حتى العقوبات الأمريكية كانت محدودة للغاية وحتى العقوبات الأوروبية أيضا كانت محدودة ونحن نحكي عن عقوبات اقتصادية يعني بمعنى وهذه العقوبات هي فرضات من دول ومن اتحاد أوروبي يعني مجموعة دول لكن هل الأمم المتحدة وفقا لميساقها نفسه هل هي فرضة عقوبات على النظام السوري لنتيجة ارتكابه جرائم ضد إنسانية وجرائم حرب جرائم ضد الإنسانية على هذا المستوى هي بتشكل تهديد للأمن والسلم لو هذا أمن وسلم مجتمع بيأكمله وبالتالي الاختفاء القصري هو أحد الأسباب الرئيسية اللي دفعت ملايين سوريين إنه هنه ينزحوا ويهربوا من مناطق سيطرة النظام ليش ما حدا يرجع على مناطق سيطرة النظام حتى الآن وبالتالي صار تهديد للأمن والسلم الدوليين نحن نحكي عن 13 مليون ما نحكي عن بضعة آلاف مشوا أو تشردوا 13 مليون سوري تشردوا وهذا تهديد للإقليم المحيط بيأكمله أيضا للدول وبالتالي وفق ميثاق الأمم المتحدة يجب أنه يكون فيه تدرج بالعقوبات تبدأ بعقوبات اقتصادية ما فرضت أمم المتحدة حتى عقوبات اقتصادية ما فرضت عن نظام لكن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات قانون قيصر سيد فضل عبدالغني إذا سمحت هذا متأخر جدا قانون قيصر الباري حفرد عفوا هل تتوقع تحصن على المدى البعيد أنا أعتقد أنه هو حتى النظام ماذا يفعل وهذا تكتيكه وستراتيجيته العقلية أنه هو بيجرب بأكبر قدر ممكن أنه ما يقدم أي تنازل أو بيشوف مدى هذا الضغط وبيفحصه وبالتالي إذا كان نفد من هذا الضغط هو ما رح يقدم تنازلات ولهيك نحن دائما نشوف أنه واتحكينا عن الأسلحة الكيميائية واتحكينا عن ردود الأفعال تجاه جرائم النظام أن هذا كرة أخضر للنظام وليس أحمر كرة أخضر أنه يستمر بالاختفاء القسري كرة أخضر وليس أحمر وليس خط أحمر أنه يستمر باستخدام الأسلحة الكيميائية التعامل للمجتمع الدولي النظام يقرأه بشكل دقيق جدا وبالتالي حتى الآن قانون قيصر ما بدنا نحن نبالغ وبالتالي إذا ما تم تطبيقه على النحو الجدي وأخذ بعين الأتبار النظام هو يحاول أنه يتملس منه وما يفرج عن إطلاق أي سراح معتقل وبالتالي يستمر هذا الفشل اليوم السفير جيمس جيفري مشكورا استند أيضا على أرقام وإحصائيات الشبك السوري للحوق الإنسان وأصدر بيان وهذه خطوة سياسية جيدة ورسالة أيضا لكل الدول أن هذا النظام مجرم وعدم إعادة تأهيل العلاقات معه نحن نطالب بخطوة في الحقيقة أكثر من ذلك يعني ماذا بعد البيانات وماذا بعد العقوبات الاقتصادية دائما العقوبات لا تعمل لوحدها يازم يكون في تسريع بالعملية السياسية تسريع بالانتقال السياسي وضع جدول زمني صارم ستة أشهر هو القرار آل 18 شهر نعم اسمح لي لديق الوقت أن أعود إلى سيد حسين عبدالغني وأبقى في النقطة التي ذكرتها سيد فضل عبدالغني يعني سيد حسين عبدالعزيز يعني تحدث سيد فضل عبدالغني عن الحوار السياسي الملف السياسي إدخال ملف المعتقلين أو المختفين قصريا لماذا يتم التفاوض سياسيا دون حل هذا الملف أولا بسبب أن المسار السياسي أو قبله المسار العسكري هو خاضر الاعتبارات الإقليمية ودولية وليس خاضر عن الاعتبارات طرفي الصراعي النظام والمعارضة يعني لا توجد سابقة تاريخية في العصر الحديث أن الأزمات الكبرى والدول الفاعلة على مستوى العالمي بدأت بمناقشة القضايا الإنسانية قبل أن مناقشة القضايا السياسية والعسكرية والاستراتيجية لا يوجد سابقة يعني السابقة الوحيدة التي يتجرى فيها مناقشة الوضع الإنساني هي الأزمة السورية عندما يتعلق الأمر ولكن هنا متحدثت يعني عن شأن إنساني حاد حتى لعوة إنساني السياسة لا تخطع لاعتبارات أخلاقية السياسة تخطع لاعتبارات براغماتية المصالح الكبرى وبالتالي لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا الاتحاد الأوروبي الذي يرفع قضايا حقوق الإنسان ولا حتى الأمم المتحدة تستطيع اليوم هناك موازين قوى في الصراع السوري موازين إقليمية وموازين محلية وموازين دولية ولا أحد يستطيع أن يبدأ يترك كل هذه الملفات الشائكة التي تؤدي يعني هو الحل الأزمة السورية لا يبدأ من الملف الإنساني حل الأزمة السورية يبدأ من ناحية السياسية الخطوة الأولى السياسية يجب أن تحصل على تنازلات تجبر النظام على تقديم تنازلات سياسية تصبح هناك مشاركة في السلطة انتخابات يتغير نظام تأتي حكومة منتخبة وهم ثم تحل أما لا يمكن أن تبدأ أنت بالإنساني وتترك السياسي والعسكري هذا من ناحية من ناحية أخرى لا يوجد ضغط لا توجد جهة تمتلك قوة أخلاقية قادرة أن تحولها إلى قوة سياسية وعسكرية لفرض أجندتها لا يوجد هذا الشيء لا على المستوى الأمريكي ولا على المستوى الروسي وعلى المستوى الأوروبي ولا حتى على المستوى الأقليمي ومن هنا أنا فيه تقديري هذا الملف مؤجل كثيرا يعني دعني أقول هو آخر ملف يمكن أن يجري فيه النقاش وكما جرى في جروب أفريقيا عندما انتهى النظام الأبطال العنصري جرى آخر لحظات هناك عملية كشفة العدالة الانتقالية وعملية التسامع يعني هذا منطق الأشياء شأن أم أبين يعني لا نستطيع لا أحد يستطيع أن يجعل الملف الإنساني هو في بداية الأولويات هناك واقع سوري اليوم السوريون ليسوا هم طرفا فاعلا في الملف السوري هم عبارة عن أدوات قوة كبرى تدخل قوة أقليمية كبرى أيضا كبيرة تدخل في الملف السوري للأسف الشديد هذا هو الواقع نعم يعني سيد فضل عبدالغني إذا ما أردنا التحدث بنقطة أخرى رغم القول بانتهاء تنظيم الدولة إلا أن هناك مغيبون قصريا ما زالوا يعني مغيبون عن أهلهم وعن أحبائهم بسبب تنظيم الدولة أو سجونه أو يعني أي جهة أخرى يعني ما معلومات المتوفرة ما المعلومات المتوفرة حول هذا الأمر في البداية أنا أعتقد أنه بالإمكان السير بحلت بعض القضايا الإنسانية بالتوازي مع المسار السياسي أو يعني ربما شروط مسبقة أو بالتسير بالتوازي معه يعني نكشف عن مصير هؤلاء ليس أطلاق حتى سراح السماح بزيارة اللجان الدولية هذا الممكن دائما وضعه بالنسبة لسؤالك عن مختطفي اللي كانوا أو المفقودين اللي هنا عند تنظيم داعش وتنظيم داعش انتهى أين مصير هؤلاء الآن انتقلت المسؤولية بشكل كبير ومباشر إلى قوات سوريا الديمقراطية اللي هي سيطرت على المنطقة نحن نلاحظ أنه ما فيه أي أولوية بعمليات مدنية لدى هاي القوات العسكرية قوات سوريا الديمقراطية على الإطلاق لاحظنا نفس الأمر بموضوع المقابر لجان أهلية قامت فيها بعدين تم التدخل وتم إمدادها بإمكانيات لوجستية ومادية محدودة للغاية أين عملية الكشف عن المقابر والمفقودين لدى تنظيم داعش هل هناك لجان مختصة وتم الإنفاق عليها؟ لا الأموال والموارد وخيرات هاي البلاد المسيطرة عليها المحافظات الثلاث دير الزور والحسكة والرقا هي عم تروح ما نعرف لون ما فيه أي تقارير شفافية مالية بعمليات النفط وغيرها وبالتالي ما تم الكشف عن مصير هؤلاء أكثر من 8000 مواطن سوري كانوا عند تنظيم داعش ما نعرف مصيرهم هن هنا أحياء في قسم من هؤلاء ربما التنظيم أخذهم معه بس الغالبية العزمة هم مختفون قسريا ومفقودين مصيرهم مجهول ما بتعرفه أحياء ما بتعرفه ميت وحتى نحن حاولنا وبزلنا جهود كبيرة جدا لحتى نعرف مصير هؤلاء ما تمكننا على الإطلاق لأنه بدأ عملية كشف عن مقابر وعملية تتبع وتواجد على الأرض وهذا في الحقيقة مقيد جدا بسبب يعني سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وعدم يعني سماح أو أعطاء الحرية لأنه ربما في تضييق على المنظمات اللي بتنتقد ممارسات هاي الجهات للأسف الشديد من العمل على الميدان بس أنا بقول أنه هاي مسؤوليت حتى هاي القوة بغض النظر إجت منظمات حقوقية محلية مثل الشبكة السورية ولا منظمات دولية هاي مسؤوليت هاي القوة السيطرة هي مو بس سيطرة عسكرية هي سيطرة عسكرية تقديم قدوات المشافي المدارس بنية تحتية ما عم نشوف هذا الشيء وكشف عن مصير هادول هادول مصير العائلات هاي اللي عايشها واللي هي هاي القوة هي مسيطرة عليها وعم تحكمها هذا ملف أساسي لدى هؤلاء العوائل ومرتبط بقضايا الزواج ومرتبط بقضايا الطلاق والميراس كل الأمور هاي معلقة لأنه فيه وهذا رقم كبير كتير نحن نحكي عن 8000 أكثر من 8200 شخص عند تنظيم داعش رقم كبير جدا في هاي المحافظات وبالتالي هي فشل زريع لدى هاي القوة المسيطرة بإحراز أي تقدم على الإطلاق وتنظيم داعش أكثر من سنة ونص وتقريبا صار المناطق وفي مناطق خرجت أكثر من سنتين صار لخارجة عن سيطرة تنظيم داعش وكان بالإمكان العمل على مختلف القضايا المدنية ولم يتم العمل على الإطلاق ولم يتم الكشف عن مصير هؤلاء نعم وبالنسبة للمائة ألف اسم أو شخص الذين وثقتموهم هل هناك آلية لمراجعة هذه الأسماء وهل هناك تحديثات بخصوصها طبعا هذا التحديثات هي تحديثات مستمرة لأنه نحن في بعض هؤلاء حتى يتم ربما الكشف عن مصيرهم عبر نظام قام بكشف عن مصير قرابة الألف شخص من دوائر السجل عبر دوائر السجل المدني وهذا فعل بربري متوحش ربما نتحدث عنه في لقاءات قادمة هدول كشف عن مصيرهم عبر دوائر السجل المدني فهذا دائما بتتم عملية تحديث المصير عنه حتى ربما صور قيصر وبعض الأهالي تعرف عن مصير هؤلاء لكن هناك بعض إشكالية حتى قانونية لأنه نظام ما بيسلم الجسس وهذا هون القانون دولي بيقول بدون تسليم الجسس هذا الشخص يعتبر فيه عداد المفقود قصريا بس هذا دائما نحن بنحدث هذه البيانات وهي عم يتم بناء البيانات حتى تكون بنك مركزي حتى يتم الاستناد عليها وقت يكون فيه مفاوضات أو جهات دولية بدأت تقدم ملفات للنظام أن هذه الداتا يتم الاعتماد عليها بشكل كبير ونحن جاهزين لعمليات المسائلة وعمليات الإفراج عنها وهذا الأمر تحدثنا عنه مرارا وفق طبعا معايير وشروط معينة أشكرك فضل عبدالغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان كنت معنا من العاصمة القطرية الدوحة شكرا جزيلا لك كما أشكر الكاتب والمحلل السياسي حسين عبدالعزيز شكرا جزيلا لك مشاهدين